مرحبا بكم معنا مرة أخرى كنت وجدوا اليوم في منطقة بنصميم عمالة إفران منطقة بنصميم كتتوفر على أقدم مستشفى في إفريقيا وهو حاليا مقفل من سنة 1973 معنا السيحاسين بوغرين اللي هو النائب الأول الرئيس الجامعة بطبيعة حالدير بنصميم مجموعة من نقط كتطرح لدي المستشفى وكذلك مجموعة من الأشياء في المنطقة الرأي العام وكذلك المتتبعين في المنطقة كي ينقشوا الأمر في عالمة استفام هناك أشياء بينما الدين والجزر سنرى الأمور مع السيد نائب الأول الرئيس لتنوي الرأي العام في الموضوع السيحاسين جينا لديك اليوم بصيفتك نائب الأول الرئيس الجامعة بنصميم المسألة الأولى اللي بغيت نتكلم معك إلا كان ممكن أنك تتكلمين على هذا المستشفى اللي هو مستشفى مشهور بطبيعة الحال تأسس يعني مدة طويلة وهو مقفل من 1973 نعلمه جيدا الضرفية اللي فيها إحنا كورونا محتاجة للطبيب كين علامة استفام؟ الرأي العام والمججمع المدني بشكل كبير في المنطقة؟ يعجب هذه المسألة أعطينا الحيتيات للموضوع بسم الله الرحمن الرحيم كنا نرحبو بصاحبة دي الألوانكم بداية أشكركم جزيل الشكر على أتميتهم إذن بالنسبة لهذا المستشفى ديال بن صميم كما تعرفون أنه هو أكبر مستشفى في القارة الإفريقية وكانوا كي يجيوا ليهتين الناس من إفريقيا ومن إسميته كي يتعاجوا فيه هو مختص في داء السل إذن القصة كيف سيكون يتبنى ذلك المستشفى لأنه تبنىها في أواخر ديال الاستعمار هنا في المغرب بالضبط تقريبا في 1956 وخمسين ستا وخمسين أكبر إذن فهذاك المستشفى كان عنده واحد إشعاع قوي كان عنده واحد إشعاع كبير على الصعيد الإفريقي وماشي على الصعيد الوطني إذن كان هو كي يستقطب بزاف ديال المرضى اللي هما كيتعاجوا كان اللي كيتعاج بالمصل وكان اللي كيتعاج بالزوبراسو يعني بالفتاح إذن فبحكم أنا من المواليدة في 1961 عشت عشت في داكس بيطار وعرتوك كايد إلا بغيت نقول لك يا عشت أنه هي اللي كيتل داخل دياله قدي نقولها لك إلا كم إذن هذاك المستشفى الداخل دياله كان مسجيد كان قاعة سينمائية اللي هنا تفرجت فيها أنا كنت مازال صغير قاعة سينمائية كان فيها مكتابة وفيها فيها المسرح إذن هاتش يقول له هاتش اللي كنت كان العقل عليه ركنت ما في داك داك المستشفى لأنه هو عقل المستشفى ولكن خسارة خسارة بالنسبة لسمية المنطقة ديالنا لأنه كانت بنصميم معروفة بداك المستشفى وكان الرواج كان الرواج كين الناس كيبيعوا ويشريوا على الأقل كيلي كيبيع اللحم كيلي كيبيع البيض كيلي كيبيع مهم كان واحد الرواج مهم بزاف في المنطقة وتسد لي أسباب مجهولة ما قدرش نعرفها أنا لأنه ما عرشت عنا على سيد تسد في الضبط 1913 كانت تسد في غير النص والداز واحد العام أخر وهو يتسد كامل في هذا الإطار هذا باش نقوا في إطار كل ما يتعلق بالصحة ما عدت مش موعمل الأسئلة إذا كان ممكن تجوني على سحة مشكل مختصار السبيطر اللي عندكم هنا سبيطر محلي بسيط جدا عدد الساكن اللي عندكم في بنصميم مش حال وش عدد الساكنة في الجماعة كل الجماعة كل ديال بنصميم جماعة كل ديال بنصميم تتفق استلف كتفوت استلف والمستشفى اللي عندكم هنا صغور واخ انت بصيفتك كنائب الرئيس وانت منتخب من طرف الشاب بطبيعة من طرف الساكنة بتتقلنا بأنه علامة استفام علش مقفل دوركم لان انت منتخب وعندكم حزب سياسي بطبيعة لانتكم الرمانيين يمكن لكم تساءلوا على الأمر تواجهوا بوزارة الصحة أين هو دوركم فضل الأمر يا سيحة سيحة دور ديالنا تتعرف انه احنا منتخبين ديال جامعة محلية معدناش شي حاجة شي حاجة اللي نقدرون نصلوه بها الواحد السلطات المحلية مشكورة والسيدة العاملة المحترم هو ديال جزاف ديال بوادير سيدته هاد العاملة هادة اللي هدنات حاليا ركي يتحرك مزيان وباغي الخير لهاد المنطقة هدي وفعلا انا تحرك بالنسبة لهاد اسميتو وربما ان شاء الله يكون فيها خير لانه كانت بوادير قدر يكونش حاجة ان شاء الله فضل هاد اسميتو عامل صاحب الجلالة هاد ديالي فران ديال هاد الوقت هاد المشيل اللي كنقولك اللي فاتول لانه كنشوف انا هاد العامل هادة هو احسن من العمال اللي دا زعدنا من احسن العمال اللي دا زعدنا وشهادة لانه انا بالجماعة ديال بصميم راني كنت هنا من 1997 وانا منتخب ولكن كان عرف باللي دازوا عندنا عمال كلهم خدموا ولكن هذا التالي هذا اللي عندنا هذا الوقت هذا من احسن العمال اللي كي صراحة انا معاك ما كنش ايش كان بقوف نفس السؤال السيحاسة سيد العامل كيدي الواجب اللي عليه ولكن القانون تعطاكم انتم صلاحيات انتم كمنتخابين عود معاك السؤال الى ما كانش عندكوف منصميم عندكم الى ما عندكمش برلماني اللي هو منتيل ديال الامة بطبيعة الحال له الحق لطرح اسئلة جوارية في الموضوع على المنطقة باش يتم هاد السبيطان ما نضيعوش منو المغاربة يستفدو من النص ديال حسب تصراح ديال قلتي الناس كانت كتدو منو من مدون من دوال احنا الوضع ديالنا في وزارة الصحة عدنا صراحة الموت البشرية ضعيفة عدنا قلة ديال المستشفيات دوركم انتومة يعني مش مكنتوش انو كين تقصير انكم تكلموا على هاد المستشفى انو انو يتحل المستشفى لاش يتسد سؤال هذا ولكن المستشفى هتسد في واحد الوقت اللي ما نقلش نقول لك انا الاسبب ديال لاني عندك الوقت هنا مازال مصخير كمنتخب ما عارفش نائب الرئيس ما عارفش مشو مسألة اخرى كيباليا الجواب واضح الرئي العمر كيستوعب الامور مسألة اخرى المنطقة اللي عندكم عندكم كجماعة واحد المكان نعلموا جيدا بطبيعة الحال انو كين مخيم اطفال في بنصميم هادك الطريق جد معبدة فيها خطورة تبنات من الاهد الاستعمار الى ماتع شنى الخطوات اللي يدرتوا انتم كجماعة في اطار استراتيجية الاشتغال اللي قدمتوه في اطار داك الدعم اللي كالتوصلو بيه باش تصلحوا المنطقة شو اللي يدرتوا في هذا الامر هادي السؤال الاول اذا بنسبال الطريق اللي تقولي الطريق الحمد لله يمكن غادي تصوب لانه غير غادي غادي تحل ديك الطريق اللي جاي من المطار لانه كانت كادا نوح طريقة تدي لي فرن ودي زعل دبافة شكين القولف السدات وشكلي السدات صحب السيكاك الحديدية مش يسدوها من رسهم لا كانت اتفاقية انا غادي تحل الطريق الاخرى وفعلا تحل دباط الطريق الاخرى غير هي مازال ما كاملاش طورة انجاز واللي هي الجماعة هي ساهمت الى فطار شاركة الجماعة والسيكاك الحديدية والمجلس الاقليمي رف هات شاركة وراها غادي تحل ان شاء الله رحمه 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 ان غادي كملها هاتيك غادي نزلوه على الطريق كامل يصوبوا ان شاء الله فهذا الاطار هادا كذلك استقينا ارى لانناس من الساكينة يقولون عكسي هادا الكلام تيقولك انه ديك تريق تخسرت عليها اموال ولكن الدراسة دياله ما كانت صحيحة الدليل انه والمنطق هادك الماكان اللي كانت تكلموا عليه الوقت اللي يقادوا يديروا لها دراسة محكمة نساوي بانه وجبل وكيه بطمنوا الحجر ومنزنا منو وشفناه وعدنا بطبيعة الحال اللي تنوي الرئيلي عم في الموضوع غادي ندرجوهم في الصور هاد دراسة تتحملش فيها لها الجماعة المسئولية الدراسة مش الجماعة اللي قامت بها لان الجماعة ما ديش تقوم ديك الدراسة اللي ديك المشاريع الكبرى الدراسة الدرت على على اعلى مستوى ولكن وخاوك وكي ممكن غادي يدركوها لان نكون ندروا على الاجتماع يعني كينا هذه المسئلة واضحة احنا غادي ندركوها غادي يدركو ديك المسئلة لاننا غادي شفنا ديك الحجر ودرنا واحد المحضر اننا ديك 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 اللي اسميتو را غادي تعاود ليه الدراسة ديالو ديك الحجر يقول بوما يديروش بكار ربا مرا كينا هتشاهد الأشياء الاجتماعية كذلك اللي عندكم هنا في المنطقة شن البوادير الاجتماعية مساعدة الناس نعلي مجاهدة المنطقة ندور الجماعة في إطار ما هو تقافي إنساني شون كتخدمونتم كجامعة فالأمر إنجازات اللي حققتوا السيحة واش الإنجازات اللي واش الإنجازات ديال الطرق والمسائل وكذلك شيء او لا إنجازات ما هو اجتماعي وإنساني اه من سبال ما هو اجتماعي ما هو اجتماعي ما هو اجتماعي ما هو اجتماعي احنا كن وفروه بعد كان بدون اليد للمساعدة مثلا بحالة او ذات الشي ديال كوبيد الآن الحمدل الله الجامعة ديالنا را استفدتりました فاضل إيه طيرب عش مقافيني شحون هي الميزانية ديالجامعة ديالكم أسعى اخيرا الميزانية العامة الطبيعه اللي كتوصله بانتوما لكما هو اجتماعي وما هو اقتصادي وما هو كله احنا الموارد ديالجامعة أرى معروفة من ميزانية اللي كتخدمتوما عندنوذ الموارد أشنو كدخلوا رأى عندكم الماء عندكم مزين ديال الماء عندكم إنجازات أخرى را منطقة مش سهلة را منطقة استراتيجية هادوكم مال مداخلين الجامعة هادوكم مال مداخلين الجامعة بالضبط ما قدش نعطيك اسميه تللنا ما عنديش حاجات القدام دي باش نعطيك صيفت كنائب الرئيسة السياحسن وفي الأغلبية وحزب سياسي ولكن باش نعيكون عندي يكون عندي لوشي ما كتديروش الدورة ما كتحسبوش نجوبه في الدورة لا لوشي في ريكزاكت أنا ديس الدورة لا بحتال سميته لأنه كي كان ديرو بعد مداخلاتيكو عنا من الوزين شاك ترمس كل ترمس وشنو كي يجينا فيها كي يجيو كي يبرسيو فاسميتو لابرسيبسيو هتكلمي عن المداخل ما تعطينيش الأرقام غير قول يا قاعدنا الماء لوزين دي المازيد شنو أخر لوزين دي الماء هو اللي شدنا دمجة معها وكيش شوية ديال الغبة وشوية ديال ماذا ديال زوبيرج وعاد المسال هادوش اللي عندنا ما كان شي حاجات عم أكتر من هشي هاتش اللي كان في المداخل اللي عندنا شنو الانجازات اللي كتشوف انتو مدرتم الانجازات اللي درنا سيكت عرف عنا الجماعة ديالنا حديثة حديثة العاد لأن هذي الجماعة هذي كان تبعه روح الجماعة كتسمي جماعة تيركلون جماعة تيركلون وقيادة تيركلون تقسمت على الجوج والله دابا جماعة تيغريغرا وجماعة منصميم إذن هذي حديثة العاد إذن 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 وخدمنا بالصراحة سيرتههد العام هذا لأنه كانت واحدة خدمة جيدة فتحنا المسالك مزيان ورامزين كيت في حول عدنا بزاف ديال اللي مارشي غير كوفيد هم اللي اللي عطلون شيشوية ولكن دير نيرموا راجعوا راجعوا غد يبدأوا يخدموه فتحنا مسالك درنا درنا عبر فتحنا عبر لأن عدنا بزاف ديال الناس على برا ما تشوفش غير ذاك الزاوية المصرية يالي مجموعة بزاف يالي مجموعة مالخرين عاقوش ديسبيرسي بنيتو شي مدرسة هنا سي بني اخديتوا العهد وخديتوا المسئولية أمام الله وأمام الشعب وأمام المغاربة بنيتو شي مدرسة هنا شنش أمور خوفين نقرأوا الوليدات ادنا بزاف غير مدرس واشغال المشاريع ولكن شعج يدرتوها ولا باقير غير ان شاء الله غنديو المشاريع اللي يدارو هنا مقولون عدنا دابة على المدارس عدنا ثلاثا ديئ لمجموعة مدارس ثلاثا ديئ لمجموعة مدراسية عدنا مجموعة مدارس أمروس اللي هي أن desses قرب الجماعة عدنا مجموعة مدارس من الصميم وعدنا جموعة مدارس أقماس وكلهم عندهم فرايتة والحمد لله وكلهم عندهم سميت نعلمه جيدا هذا المنطقة تنعرفه الجو ذيالها وتنعرفه الوقت للبرد وكانعرفه التلج شنه الحاجز يلك تقدم لذاك المواطن البسيط تيفضل هو تيفضل العود باش يدير تدفئة على أنه القوت اليوم يأكلوا في كرشو شنين الحاجة اللي قتمت الجماعة لهذه الناس الله اللي علم بهم في القرى في أماكن بعيدة شوية المدينة باش ساعد توم توم كجماعة بالنسبة للحطاب التدفئة اللي كتبول لي المواطنين دينا الحمد لله كلهم عندهم حطاب التدفئة لأن البلو بار ساكني أحد الغابة والمياه والغابات كتسمح لهم أنهم يقطعوا العود اللي هو يابس غير ما يكونش خضر وما اليابس ما كيضرونش على اليوم والحمد لله المسألة ما عندناش اللي كاين هو المدارس كلهم الجماعة كتبتهم الحطاب دينا التدفئة ودار طالب طالباتي كلهم كيديوا حطاب التدفئة من الجماعة فيما يخص المشاريع دي الجماعة دينا المصميم أن الجماعة المصميم كما تتعرف كانت فاتية فاتية إلى أقصى درجة لأنه كانت تابعة لواحد الجماعة أخرى ولكن الحمد لله استطعت استطعت تقريبا هذي جوزي اللي منضع هذي التوالة لأنه في اللول ما كانش عندناها الموارد شكون مني كيجيبنا شوية للموارد هو مني كان هذي يزين هذا بداتش شوية للموارد والحمد لله استطعت أنها تشق بزيزا في الطرق لو كان كان عندنا الوقت دينا ندوزيك لالطرق لأنه الحمد لله كي ينفع فيما يخص الصالح للسر فيما يخص المدارس الحمد لله الجماعة دينا المصميم صعبة غادي افوح الاتجاه الصحيح وإحنا غادي يلقوا دا ونا عندنا مشاعر اخرين او ما جايين في البلانينج ليدرنا لولي كي كي قاعدنا مشاعر هنا اللي مشي الجامعة ليدرتهم مثلا يقول لك مثلا مسروع كبير ديال 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 السد جامعة ساهمة مثلا لنا نحنا اللي طلبنا داك السد هذاك كيفاش حتاج هذاك السد لأنه تدار واحد المسروع ديال ديال تعبئة ديال عين صميم والسكينة لا تكتغوت لان نخصهم لما احنا عاوتين بذور ناش نخص نديرو ميمكنش رادين داك الوزينة يتحبس لأنها فيها منفعل ناس وفي عندها براكاين الناس كتخدم الحمد لله وفيها منفعل الجامعة إذن تبنى داك السد باش داك الخاصص ديال ديال اللي ما الفلاحة لأنها منطقة في الاحية هلما كيوصلح تاني هادها الجامعة ربما شوفين كنا وتوصل داك لمتال هنا والحمد لله داك السد غطلنا داك الخاصص اللي كان اللي كان في اللول هدا هو المشروع التاني هدا كمن أكبر مشاريع عندك داب هاد طريق هذي اللي غدي تخرج مني فران للمستشفى تهو من أكبر مشاريع لأنها را ميزانية كبيرة هديك لكينات الماء والجامعة التاييرها را مشاركة في داك المشروع ومشاريع الصغرى اللي كتعرف الجامعة كله مشاريع شنوعية الماء الصالح للشترب فتح المساليك تعبيد الطرق هاد شو كله را كمين ودابا عدنا في هاد لحظة داب اللي كان أظر معك عدنا جوي ديال المارشي ديال ديال تعبيد الطرق اللي كان في هاد المنطقة ديال من الجامعة ديال من بلاصة اللي كنا فيها حتى الزوية المسلم كانت اسمت ضفة الغربية وكانت ضفة شرقية ليفطريقي فران تأيار في هاد تعبيد طرق را كو هاد كلهم انكور دابا را كلهم دابا اسميه توليز انتروبنوغسهم غير يجيو يخدمو ورابدو فيهم عاد كوفيدا دار صاداك شي والحمد لله دابا دي اغير السيمان اللي فت را كلهم جاوا باش عوتاني يسألوا العمل دي لهم كذلك السيحة سان السؤال اللي كيتباهر ديهن ديهن بشكل كبير من يتحمل مسؤولية الاغلاق حاليا شكو اللي مشرف على هاد المستشفى بها الطريقة شمن وزارة وشو وزارة الصحة او شكون اللي غدي تحمل مسؤولية الاغلاق ما عداش نعرف عناش كل اللي غدي تحمل مسؤولية الاغلاق ولكن داما ان المستشفى دابا حاليا را دابا في جيد الداخلية وزارة الداخلية هي دابا اللي شداتها السبيطة وماملكة تخاطب الداخلية يعني واللي قلت ديه كيتتكلم سيد اللي عملت يقول لكم احنا تنفكره في حلول وش ما كتشوفاش انه شوية من الف و سعبية و سبعين ما كينش حال هاد المستشفى هو اكبر مستشفى في افراقيا انا كن اضرلك على الان ان المسؤولين ديال دابا را تفكروا في حلول وان شاء الله قدرها دي تكون هذه الحلول السعاسة لش ما تدرتش على دي ما ملقوش لها الحل ربما ملقوش لها الحل داك الوقت اخرى من الناس كت ما يشاعوا وما يتمتدلوا فيها انه كين عامل ديالجن في هاداك المستشفى وانه اللي مشال تماتي تسكان وشيء من هاد القابلة هاد الكلام تتطرح كهذا الكلام فضفاد شكون هادا اللي عمرو دخلت مما وضربو الجن هنا مامري ما سمعتانا شي واحد دخلت مما وضربو الجن ما كين لا جن لا سيدي اسكري ما كين تعجع المستشفى اغلقها لأسبابين ما ما نقدرش أنا العرفها ولكن باش تقول لي كين جنون له وش عمرش واحد دخلت مما وضربو الجن مامري ما سمعتانا شي واحد احنا ضربو الجن هاد غير خرافة وإشاعات وصلت هاد ما كين لا جنون له كسو الأخير وكنشكرك على سعاد الصدر ديالك معانا مجموعة من الساكينة فعالية جمعوية تستنكر هاد القرار ديال الإغلاق ديال المستشفى الجواب ديالكم معاهم باش توصلتوا معاهم باش جاهم لانهم مالحق تعطيهم تا الدستور المجتمع المدني هو شريك مع المؤسسات طيب قر القانون يعني هاد دستور بعدما ننقشوا فيه ندوركم تومه انت في الأغلبية ما شفوا هاد انتم ليفبحت صلح قرار باش سعتوا هاد الناس السحاسان باش تكلمتوا مع الجمعيات انكم غادي تديروا بوادر عطيتيني مجموعة من الأجوبة صراحة فيه شيئا معلمة استفام باش جوتوا المجتمع المدني في الأمر بالنسبة للمزاكات تركزتي على سناتوريوم ديال بالصميم احنا في الموقع ديالنا في ديالجماعة ديال بالصميم كاتبنا ودرسنا المسائل واحتمع سيد العامل الجزيبي خير قام بواحد المجهود بززاف وواحدنا قال كأن هاد المستشفى دارة غادي يرجع غير شنو واش غادي يبقى مستشفى او لا يكون شئ عاجة اخرى مناف سيد حاسن كذلك تحليل ديالك انت كمسؤول اللي بطبيعة الحال عندك مسؤولية بينك مع الله ومع البيبليك وماني مصوتين عليك هذا ولكين واش مكتشوفش أنه وزارة الصحة فشلات فأنها تلقى حل لهذا المستشفى رغم الاحتياج جيل المستشفيات في المملكة رغم النقص اللي كنعرفوه بشكل كبير واش مكتشوفش أنه وزارة الصحة فشلات أنها تلقى حلول لهذا المستشفى أنه ويتفعل يستفدون المواطنين بطبيعة الحجم دياله كبير وفيه بزافة المتيازات كما قلتي جوبني لهذا المسألات اللي كان في علمنا أن الأمراض الصدريع بدأت كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من الناس انهم كيتعالجوا في الضيور في الضيور لا باني لا دار ده بس حسن الاسم احتيلي لا باش نكون معك واضح وقد معي السعر ده باني لا مريد ضرتني شي حاجة وقديتنا الدواء في الضيور بما ممشي للصبيطة وشكتغ طبرة ده جواب في رأيك لا مرات السل سيد احنا نصبيطار كبير هذا كفية كتر من 400 سرير يحيدوا منه السل مش مو عمل امراض اخرى كينا كينا امراض دلمعيدة كينا ديال القلب كينا ديال السراطان كينا بزاف واش ما كنشوفوش انه المواطن محتاج للطبيب انه يمكن يتحل واش هذا ما كنشوفوش انه فشل ديال وزارة الصحة فضل الامر انا كنشوف ان هدل القيطة اللي كان يتحل راديه الاقليم كان ككل قاعد ولكن ربما اصحاب القرار اللي كانوا الفوق هما اللي ادرب هده المسائل انا ما نقدرش لاننا انا مواطن انت 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 منتخاب نريد صوت على المواطنين انا منتخاب نقدر نهضر على السبيطار نهضر ندفع عليه باش يتحل ولكن باش لنا اصحاب القرار انا دفعت عليه السيحاسن بجي جوبه قد مسؤول يا را كل سؤال عنده جواب انا قد تم تموت كينا ديال السؤال تعطوك عليه الجواب اعطيتك الجواب انه قال لك ان شاء الله هذا العام هده را يقدر يكون فيش حاجة يقدر من 3 وسبعين تلده ما يقدر غير هو واش غادي يكون يرجعوا في بيطال او لا يكون شي حاجة خورا شكرا لك سيحاسن مشاهدنا كرام كما تبعتوا معنا مجموعة من الاسئلة جوهرية في الموضوع تتطرح طبيعي الحال عند الرأي العام وكذلك ان تساكن ديالمنطقة هناك بعض الاجوبة طبيعي الحال اللي سمعناها فيها نقاش وهناك بعض الاجوبة صراحة لفا بعض الخطوات رغم انه شي ببطيئة يجب الاستماع الى المواطن البسيط وهذه من اولوياتنا في العمل الانصاط الى ذاكى المواطن البسيط مع ايصال رسائله الى المسؤولين المسؤولية بطبيعة الحال جل تصويت الانس هي مسؤولية امام الله امام القانون مشاهدين الكرام تعليق المواطن شكرا لكم